شهداء أربعة من الحجد الشعبي والقوات الأمنية في عملية عسكرية استهدفت قضاء الطارمية أثمرت بقتل ثمانية من عناصر تنظيم الإرهابي داعش بعد ورود معلومات استخبارية قدمت بالتعاون مع سكان القضاء شيوخ المنطقة وقيادات أمنية أكدت على إعطاء أبناء الطارمية حق الدفاع عن مدينتهم من خلال تقديم الدعم الكافي بعد تكرار تغلغ للعناصر الإرهابية عبر البساتين التي تحيط بالقضاء مجموعة على عدد الأصابع هذولا مطلوبين للدولة من قديم وخاتلين بالبساتين يتخذت من بستان البستان وإن شاء الله تنتهي وإحنا ندعي أهالي البساتين كل البساتين بالمنطقة كل من يحافظ على بستانه وينظفه ويخليه نظيف حتى يبين بيه أي واحد يقتل به أبناء الطارمية هم من يدافع عن هذه المنطقة وأبناء الطارمية بمقاتليها بشيوخ عشائرها بمواطنيهم الذين يتصدون لإرهاب الآن نحن إن شاء الله سنقدم لهم كل الدعم اليوم بحضور الأخوة في هذا الفوج وفي الشيوخ الطارمية نحن وجهنا بمضاعفة العدد بالنسبة لهذا الفوج وأيضا استكمال كل نواقصه اللوجستية والتسليح والتجهيز والمعدات وإن شاء الله يكونوا قادرين على القيام بهذا العمل أهالي المنطقة عبروا عن استيائهم حول الحديث الذي يكثر على الطارمية بأنه حاضل للخلايا الإرهابية مؤكدين على أن إحاطة القضاء بثلاث محافظات إلى جانب الرقعة الجغرافية ذات المساحة الواسعة جذبت تلك العصابات الإجرامية في إشارة منهم إلى أنهم عازمون على مساعدة القوات الأمنية بالإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تشهدها المنطقة الحالات التي تحدثت من أصطر مئة هذين إذا يأتيون من غير مناطقها يدخلون أصطر مئة لأنهم بساتين آمنة تضمهم مناطق شاسعة الرجل الغريب الذي يأتي لا يستطيع أن يعرف مين ذا الطب جهات وراها لا يستطيع أن يعرف مين ذا المالتها يدعون أن الأهالي لا ينطون معلومات بالنسبة لأهالي متعاونين بس أكو خوف بالمقابل أكو خوف يعني تردد عندهم يقول لك أنا بالنسبة لأكو مكان مكانات بالبيوت مكانات مفتوحة يعني اللي بيوت بالبساتين صائرة بعيد عنها الجيش يقول لك أنا يجيني بالليل يعني وصير ما يصير الناس تعبت من هذا الأمور قامت ناس تجي غرباء الطب استوى عمليات وتطلع يقولون دوله للطارمية فاتهمنا هواية التهمة الطارمية بأنه أكو ناس خلايا نائمة هما نصهم نصهم من الطارمية من خارج قضاء الطارمية دي يطبون على رغم مما يشكله القضاء من أهمية اقتصادية باعتباره سلة بغداد الغذائية لتنوع المحاصيل الزراعية فيه إلا أنه مثار للجدل على الصعيد الأمني الذي جعله محط أنظار وشبهات بوصفه حاضن للخلايا الإرهابية وسكان هنا يعدونه استهدافا مقصودا من قضاء الطارمية ندى المرسوم التغيير